كانت غرفتها رائعة وفي قبة مقنطرة يقع سريرها المغلف بشرشف ملون بالأبيض والأحمر والذهبي يفترش الأرض بساط من الألوان الغامقة والتي تظهر بدقة نوعية الأثاث المصنوع من الخشب الغامق كما تظهر بياض الجدران وروعة السقف سلم صغير يؤدي إلى شرفة واسعة تحتوي على مفروشات من القش والدرابزين مغطى بالساتين المتسلقة شرحت الخادمة قائلة هل يعجبك المنظر؟ أجابت آليس وهي تنحني من وراء الدرابزين إنه حقا رائع الشرفة تطل على حديقة شاسعة حيث المصابح تلقي بنورها الشجي على الأشجار والعشب الذي يلوحه الهواء الخفيف وبعد قليل رفقتها الخادمة إلى غرفة الحمام المتصلة بغرفة النوم فدهشت آليس لروعة المغطس والمغسلة المصنوعان من الفورسلين الأبيض المرسع بالأكراجو وفي إحدى زوايا الحمام سخان ماء حديث الصنع تتناقض مع الشقة القديمة العهد قالت الخادمة لقد جهز سيدي المكان بمولد كهربائي فالماء الساخن موجودة باستمرار الآن أصبح المنزل يتمتع بكل أساليب الراحة لم يكن هذا موجودا خلال وجود الرهبان في الدير كانت الخادمة تحدق بآلاس باستمرار وتتابع قولها من النادر أن يأتي السيدي بالضيوف إلى هنا هل بإمكاني أن أسألك يا آنستي منذ متى تعرفين سيدي؟ ليس من وقت بعيد كيف بإمكانها أن تقول للخادمة بأن سيدها خدرها وخطفها وجاء بها إلى هنا على متن باخرته هي بنفسها تجد صعوبة في تصديقي ما حصل في الواقع قالت كاترين بنظرة غريبة أحب أن أريك شيئا يا آنستي إذا تفضلت وتابعتني أعتقد أن ذلك قد يثير اهتمامك ابتسمت آلاس بمضض وأجابت بالطبع تبعت آلاس الخادمة في ممر واسع مضائن بالمصابيح الكهربائية والمعلقة على الجدوان وثورية كبيرة نحاسية معلقة على السقفي فوق بئر السلم في آخر الممر توقفت أمام باب كبير وترددت لحظات قصيرة ثم قررت وأشعلت ضوء الغرفة وأشارت إلى آنس أن تتبعها حبست الفتاة أنفاسها وهي تدخل إلى هذه الغرفة الشاسعة البيضاء والذهبية والتي يتصدرها سرير له قبة تشبه العرش وينحدر على السرير من قمته والشاح من المسلين الأبيض والمزين بالظهور المطرزة وفي السقف لوحة جدارية تمثل الحوريات بلباس خفيف المقاهد معلقة بالحرير الفاخر والكريستال والآنية الفضية تلمع على منذة الزينة المصنوعة من خشب الورد قالت آليس وهي تدوس بمتعة على البصات الأبيض السميك والذي يفترش الأرض حلا هذا الجمال الساحر من ينام هنا يا كاترينا؟ الشبح أمسكت الخادمة بمعصم آليس وأخذتها إلى الطرف الآخر من الغرفة أمام كوة في الحائط فيها تمثال ومزهرية ثم كبست على زر كهربائي فأضيء المكان عن لوحة كبيرة ترمز إلى صورة فتاة واقفة على الشاطئ أمام السخور والأمواج الرياح تلاعب شعرها الطويل الأسوت وثوبها الخفيف فوق جسم ممشوق ونحيل كانت قدمها عاريتين تنغارزان في الرمان وذراعها مرفوعة كأنها تشير إلى شخص ما حدقت آليس بوجه الفتاة في الصورة لم تكن جميلة بالفعل لكن هناك ما هو مثير في فمها المليء وشفتيها الحمروين وعينيها البحريتين ورمشها الطويلة الغامقة شعرت آليس كأنها دخلت إلى مكان محرم فغمغمت بانزعاج من تكون؟ تدهى تمارة إنها لوحة مكبرة لصورة عادية انظر إلى خاتمها لونه لون عينيها انظر إلى الدقة في سلسلة يدها الذهبية يمكننا أن نرى كل التفاصيل حتى الكدمة الصغيرة في قدمها فتحت آليس عينيها الوسعتين وهزت رأسها مندهشة فتابعت الخادمة تقول هل تلاحظين؟ هل تلاحظين كم تشبهك؟ أجابت آليس بحدة كلا لكن الشبه ظاهر بوضوح العينان وبشكل الفم وخاصة النون عينيها لاحظت الشبه في الحال أعتقد لهذا السبب جاء بك سيدي إلى سوليتاريا رددت آليس وهي تهز رأسها كلا هذه الفكرة غير معقولة أنا لقد جئت إلى هنا لقضاء عطلة صغيرة وهذا كل ما في الأمر ولكي أقوم برسم الجزيرة النار الصامة وأنشر رسوماتي في الكتب ولا يمكنني أن أقس نفسي بالرجل الذي صنع هذه اللوحة إنها رائعة لكنني لا أرى أي شبه لهذه المخلوقة بيها أصرت كاترينا قائلة آه بلى لكن علينا الخروج الآن من هنا قبل أن يفاجئنا سيدي أطفأت الضوء فتوجهت آليس نحو الباب وهي ترمي على الغرفة الغريبة نظرة أخيرة وتفكر بأنها تشبه مقبرة حقيقية ارتعشت ما هذا السرير الفارغ ومن ضدته الزينة اللا فائدة لها والخزانة الواسعة والتي تحتل الجدار بأكمله بحشرية سألت الخزانة هل هي فارغة؟ تريد أن ترى داخلها فتحت باب الخزانة وحبست أنفاسها تعلق بداخلها فتان من الدانتيل العاجي والمطرز بالظهور المختلفة الأنواع والألوان أغلقت باب الخزانة وراء ثوب العرس والذي لا يخدم للشيء وقالت لنفسها هذا ليس حبا لكنه مرض قالت بصوت مرتفع لماذا يرفض قبول موتها؟ وما فائدة كل هذا؟ لا شيء بإمكانه إعادتها إليه لا شيء هل تسمعين؟ من يدري ما زال سيدي شابا وفي عز شبابه عندما ماتت كان في الثالثة والعشرين من عمره لماذا يتعلق بالماضي بهذه الطريقة اليائسة؟ من يدري لبما يبحث عن إنسان يذكره بها أو يحل مكانها هل تتصورين بأنني هنا لهذا الهدف؟ أليسة هذا حقيقة يا أنسة هزت أليس رأسها بعنف فتطير شعرها ليغطي وجهها فقررت أن ترفعه كعكة لا إلا تشبه تمارا وبخطى أكيدة خرجت إلى الممر وشعرت باتياح عندما سمعت كاترينا تغلق الباب على أشباح الماضي ثم قالت للخادمة أنا هنا في سوليتاريا لأسبوع فقط وسأعود إلى منزلي في إنكليترا ولأنه البقاء هنا بحجة أنني أشبه خطيبة السيد كاساندروس القديمة وحسب ما رأيت داخل غرفتها أدركت أنه ما زال يحبها وهذا أمر حتمي وأعتقد أنه لا يفكر أن يحل مكانها أحد لست أكيدة من ذلك يا أنستي توقفتا أمام غرفة أليس سألتها الخادمة هل تنغلين بخادمة خاصة بك لتساعدك على ارتداء منابسك وتسلح شعرك شعرك رائع يا أنسة كثيف ولماع مثل شعر اليونانيات هذا نادر بالنسبة لفتاة إنجليزية أنا إرلندية من جهة والدتي بشارتها أغمق من بشارتي لاتت عندما كنت صغيرة لكن ما أزال أذكر وجهها كانت جميلة جدا أجمل مني بكثير هزت كاترينا كتفيها وقالت آه الجمال ليس وحده في الحياة عندنا الشغف أهم الشيء غيرت أليس الحديث قائلة لا أريد أحدا ليساعدني لقد كانت تربية بسيطة وأنا معتادة على الاهتمام بأموري بنفسي كما تشعين يا أنسة ابتعدت الخادمة ودخلت آليس غرفتها مضطيبة لما سمعت ورأت اقتربت من منذة الزينة ورحت تتأمل مطولا صورتها لترى ما إذا كان الشبه حقيقيا كيف ستتخلص من استيفان ما تشاهدها للمرة الأولى مساء أمس فقط عندما دخل إلى غرفة الفندق ورآها في الفستان الزهري والشعر المنسدل ما الذي خطر ببالها أم تلعب دور مغرية الرجال لما كان لاحظها أبدا لو كانت رافعة شعرها كعكة ولابسة نظارتها وفستانها الكلاسيكي المزرر حتى العنق أطلقت زفرة عميقة ونزلت في السرير محدقة في رسوم البساط هل سيفي استيفان كاساندروس بوعده ويتركها تغادر الجزيرة بعد أن يتلقى جواب ألبيرتا ومطولا راحت تتذكر كل ما حدث على متن السفينة وكل ما سمعته من كاترينا وانقشع الحجاب شيئا فشيئا وفهمت أخيرا ما الذي كان يميزها في تصرفات استيفان نعم رؤية شعرها الكستنائي وعينيها البحريتين إنهما تشبهان عيني تمارة تماما كل هذا أيقظ عند هذا اليوناني جميع الأحاسيس المكبوتتي منذ مدة طويلة ليست هي من أيقظ رغبته إنما الذكرى الحية لتمارة دفعته إلى أن يضمها من جديد بين ذراعيه ويغانقها إلى ما لا نهاية والآن أصبح الوضع أكثر تعقيدا مما كان عليه في البدء عندما كانت تجهل الشبه بينها وبين تمارة لقد وقعت في المسيدة كيف ستتمكن من الخروج من هذا المأزق؟ نظرت إلى ساعة يدها ولاحظت أن الوقت مر بسرعة عليها أن تنصرف إلى إفراغ محتويات حقائبها وتحاول استعادة وعيها ومن الأفضل لها في الوقت الحاضري أن تتصنع الخضوع لأوامر خاطفها ربما تجد في الجزيرة إنسانا مستعدا لإعالتها بعمل المال لأن المال يحقق العجائب فتحت حقائبها وأخرجت منها كل ما وضعه استفان فيها من أغراض لقد أمعها بأن ترتدي الملابس الجميلة وأن تترك شعرها منسدلا على كتفيها لكنها لم تكن ترغب إلا في فعل عكس ذلك وفكرت أنه من الأفضل لها الاستسلام والإنصياع لأوامره لأنه قادر على إرغامها على تغيير ملابسها وتسريحة شعرها مهما صرخت أو توجت فلن يسمع لها والموظفون هنا سيتجاهلون صراخها وسيستمرون بأعمالهم كأن شيئا لم يكن نعم يجب الخضوع للشيطان من أجل جعله أليفا إذن قررت ارتداء البزة المثيرة التي اشترتها خصيصا لهذه الرحلة إنه فستان من الحرير المطاط والمعرق بالألوان الزاهية والتي تليق بلون عينيها هل ستجرؤ على ارتدائه خلال العشاء مع استفان كساندروس ألن يكون ذلك تحريضا وإثارة من قبلها عدلت عن رأيها وقررت ارتداء بزة كلاسيكية محتشمة لكنها تذكرت تمارا نعم تمارا وأدركت أن استفان لا شك وجد فيها شبها لخطيبته راح قلبها ينبض بسرعة جنونية وقررت أن لا تظهر بمظهر يشبهها بتمارا لذلك عادت إلى عدم تغيير رأيها وارتداء الفستان المثير والذي سيجعلها بمظهر المرأة القدرية والذي ربما سيحميها من هذا رجل الذي يريدها بالرغم من كرهه الشديد لها فقط لأنها تذكره بحلم لم يتحقق وقبل أن تدخل إلى الحمام أعدت كل أمتعتها ووضعتها على السرير الفستان والتنورة الداخلية والحذاء العالي المذهب فتحت علبة مجوهراتها المتواضعة واختارت سلسلة عاجية تحمل قلبا ذهبيا وضعت في ماء الحمامي كمية لا بأس بها من الزيوت المعطرة ودخلته وبقيت مطولا مسترخية في الماء الفاتر كان من عادتها أن ترتدي منابسها بسرعة لكن في هذا المساء بالدات قررت أن تتشبه بألبيرتا فأخذت وقتا طويلا لتزين وجهها وترفع شعرها بشكل كحكة ولما نظرت إلى نفسها في المرآة لم تصدق أنها هي تلك الفتاة الممشوقة تنتعل الحذاء المرتفع والحذير الناعم المطاط زرعت الغرفة ذهابا وإيابا فما خرجت إلى الشرفة لتعتاد على المشي في الحذاء العالي لم يسبق أن كانت جذابة ومغرية هكذا هل ستجرؤ على الظهور هكذا أو تغير منابسها بسرعة في آخر لحظة انتفضت لسماعها طرقا على الباب فقالت أدخل أطلت خادمة صغيرة على العتبة وقالت آه الأنسة ارتدت منابسها لغتها الإنجليزية ضعيفة لكنها مفهومة إنها تشبر الخادمة الكبيرة لا شك أنهما قريبتان عمتي أرسلتني فيما إذا كنت بحاجة إلى مساعدتي لكن مادمتي مستعدة الآن سأخذك إلى غرفة الطعام هذا لطف منك تعددت آليس لحظة كأنها ترغب في تغيير منابسها من جديد لكن الخادمة بانتظارها وقالت لها بإعجاب فستانك رائع للغاية يا آنسة هل هو من صنع باريس؟ كلا لماذا؟ إنه من لندن ابتسمت الخادمة وقالت يدير أخي مضعما صغيرا في لندن وفكرت أن أزوره يوما كيف تجدين لغة إنجليزية؟ لا بأس بها أتمنى لو أتكلم اليونانية هكذا لغتنا صعبة وللتمكن منها جيدا يجب تعلمها منذ الطفولة العينان السودوان تحدقان بآليس بقوة غريبة ولا شك أن الفتاة وعمتها نقشتا التشابه بين الفتاة الإنجليزية وخاطبة السيد الراحلة هل هي رحلتك الأولى إلى اليونان يا آنسة؟ نعم توجهت آليس إلى منذة الزينة لتأخذ حقيبة يدها الذهبية وسألت الخادمة هل تعرفين إذا تمكن السيد كاساندروس من إرسال برقية عبر المحيط؟ نعم نعم آنسة الزينق غادر الجزيرة في الثامنة وعرفت من عمتي أن القبطانة موكل أيضا بإيصال رسالة ما قالت آليس بارتياح ممتاز إن الرسالة تتعلق بعودة إلى إنجليترا في الأسبوع المقبل فجأت الخادمة وقالت ألن تبقي هنا طويلا أسبوع واحد فقط ما اسمك؟ أجابت الفتاة بعدما ألقت نظرة كاملة داخل الغرفة اسمي هيلدا كنت أعمل قبل الآن في منزل امرأة إنجليزية تعمل في سفارتكم كنت غير مرتبة ووسخة لكن أنت يا آنستي أنا مهجبة بترتيبك لهذه الغرفة منذ الصغر وأنا أتدبر أموري بنفسي أرى أن الترتيب يكسب الوقت وبالنسبة إلي الوقت غالي الثمن العمل بانتظاري في لندن ولا يمكنني أن أتأخر أكثر من أسبوع واحد أقوم ببعض الرسوم للمحلات النسائية قالت لي عمتي بأمك فنانة إنها كلمة كبيرة من حظ أن أعرف كيف أخط على الورق وهكذا أكتسب معيشتي بشرف لكن لم يجال هنا للكلام عن المواهب العلقلية ليست ملك للجميع اللوحة في الغرفة العاجية إنها لوحة رائعة أنسة كذلك يا أنسة نعم إنها رائعة حقا وخوفا من الاستمرار في الحديث عن هذا الموضوع أطفأت أليس الضوءة وخرجت من الغرفة وقالت هل قد حان الوقت يا هلدة خذيني الآن إلى غرفة الطعام لا أريد أن أدعى السيد كسندروس ينتظرني كثيرا تبعت أليس الفتاة اليونانية وهبطت السنالم الحجرية المضاءة بطرية نحاسية تعود إلى القرن الفائت ثم اشتازت البهو فتحت الخادمة بابا عريضا ودخلت أليس بعد أن قالت للخادمة شكرا لم يكن استفان في الداخل اختفت الخادمة وتركت الباب مفتوحا شعرت أليس بالبرد فاقتربت من المدفأة حيث يشتعل الحطب مخدثا رائحة حلوة راح قلبها ينبض بقوة نظرت بإمهان في أنحاء الغرفة المضاءة بالمصابيح خفيفة والستائر السميكة تخبئ النوافذ كليا الكاسي ذات المسند المنحوتي تحيط بالطاولة المستطيلة مزهرية تحويل زهورا تتصدر وسط الطاولة الأيقونات المرسومة على الخشب تلمع ببطء في الغرفة بساط سميك أسود وأصفر يفترش أرض الغرفة في هذه الغرفة الغريبة والرائعة شعرت أليس بالغربة بالرغم من استلطافها الذوق والجو وأثاثها شيء وحيد لفت نظرها من بين هذه المجموعة المثيرة هو المسباح صغير نحاسي كأنه لعبة طفل هل كان ملكه استيفان عندما كان صغيرا هذا الولد وحيد يتيم منذ الصغر وهذا الرجل الذي وقع في حب تمارا منذ نهاية طفولته تمارا ذكرها ما تزال محفورة في قلبه حتى الآن فجأة انتابتها ارتهاشة غريبة إذ ظهر استيفان كاساندروس ومن على عتبة غرفة الطعام كان يرتدي بزة سموكينغ عنابية وعقدة فراشة فوق عنقه تنهر بياذ قميسه الناصع فجأة أصبح جو الغرفة مكهربا فتقلست أليس لاقتراب استيفان نحوها إلى حد اللمس وهو ينظر إليها بتفصيل في كل أنحاء جسمها أمسك بمعصمها بشدة وقال هذا الثوب غير لائق كليا إذن تصورت بأنني بحاجة إلى تناول العشاء مع فتاة عصرية لو كنا وحيدين لا أمرتك أن تغير منابسك في الحال قالت بصوت متقطع كيف أعرف ما تريدني أن أرتدي أنت الذي طلبت مني ارتداء ثوب أنيق وخفيف نعم لكنني لم أطلب منك أن يكون الثوب غير محتشم حتى لو ارتديت ثيابي العادية لوجدت الشيء أن تقوله يجب أن تقبل بأنني ببساطة أليس شيلدون ولست واحدة أخرى الجواب على البرقية سيضع النقاط على حروفها أسلتها اليوم بواسطة رسول صديق سيجلب لك نظرتك في نفس الوقت أعتقد بأنك ستحتاجين إليهما للرسم شكرا وقال وهو يرفع ذقنها ليرغمها على النظر إليه انظري إلي جيدا أنا رجل يوناني ولا أحب أن يسخر مني أحد عمدا احتجت قائلة هل طلبت مني أن أرتدي منابس أنيق للعشاء نعم أم لا لكنني لم أطلب منك أبدا أن تخلعي منابسك ولنفرض أنني أعتبر هذا المظهر كدعوة لإثارتي ماذا ستفعلين سيغمى عليك من جديد إحمرت أعلاس وقالت إذا كان فستاني يصدمك فبإمكاني أن أذهب لتوي إلى غرفتي وأغيره وفي أسرع ما يمكن سيقدم العشاء في أي وقت الآن نظر إلى القلب الذهبي الذي يلمع على صدرها وقال بسخرية هل يلسديت ذلك لتغطيتي قلة حشمتك إحمرت أعلاس خجلا إذ عرف كيف يقرأ أفكارها كادت أن تسأله إذا كان يأمل بتناول العشاء مع شبح مساء أمس في الفندق وصباح اليوم في الزورق وإذا كانت تذكره دائما بتمارة أما الآن فنشك أنها شوشت أفكاره وأغاضته قدم لها كرسيا فجلست وقالت الذي يسمع ما تقوله يعتبر أنني إنسانة مختلة أو محتالة كم راسا يجب علي أن أردد على مساميك بأنني لست إلا فتاة هدية قبيحة لم يسبق ليهتم بها رجل واحد من قبل لكن أنا أنا تعتبرينني رجلا بلا لأنك ترى بأنني عذت على شفتيها وأضافت كنت دائما أرغب في أن أشبه أختي ألبيرتا ولا شك أن ذلك هو السبب الذي دفعني إلى شراء هذا الثوب فهمت أختك ترتدي ملابس من هذا النوع إذن مدى يده إليها فشعرت بتيار كهربائي عنيف يشتهزها فتقلصت ضحك استيفان وابتعد عنها ليجلس على الطرف الآخر من الطاولة ثم راح يحدق بها بنظرات مليئة بالحيرة والارتباك أنت تصغرين أختك بكثير أليس كذلك كلا أنا أكبر منها بسنتين فهمت منك أنها تكبرك سنا وأنها أكثر عصرية ابتسمت أليس وقاطعته أكثر عصرية نعم لا شيء يجمع بيننا لا من الناحية الشكلية ولا من الناحية النفسية في الحقيقة كنت دائما أحسدها فهي تعرف أخذ الأمور من الجهة الحسنة وأصدقك إنها فراشة أليس كذلك وأنت يا أليس من تكونين إذن؟ حرباء تتستر تحت ألوان مختلفة بست بهذه الغرابة أبدا أنا فتاة جدية وباهتة جدا أي نقيض أختي كليا ألبرتا تشتم إراديا فوق أقدام الرجال أما أنا فكنت في زاوية مع نظاراتي وظاهريا فريحة بقدري لكنني كنت أحب مثل أختي الصغيرة أن يقدم لي الرجل الحلية والمجوهرات بدلا من الكتب وعلب التلوين نظر إليها عميقا وسألها قولي ألم تتخصمي أبدا مع شقيقتك هزت أليس رأسها سلبا وقالت لم أكن أريد أن تشعر أختي بغيرة قوية عندما كانت ألبرتا تعرض الهدايا أمام رفاقها في المدرسة كنت أتصنع للمبالاتي كليا كان من الأفضل عليك أن تغضبي أحيانا وتطلب المساوات وضعت يدها على السلسلة وعلى القلب الذهبي وقالت كنت أكره التوسل فأشتري كل ما أريده مما أوفره إذن اشتريت هذا العقد بنفسك أليس كذلك؟ وأتصور أنه يعني لك الكثير هذا القلب الرائع البعض يعلقون قلوبا خشية من العذاب لا شك أنك ذقت أمر العذاب أزاحت نظاها وقالت لكنني مازلت حية أرزق وجد الحديث مدارا غير منتظر فأسئلة استفان أحرجتها ووضعتها في موضع حيرة وانزعاج إنها تكاه أن تفضح بما خبأته طيلة حياتها عن قصد فجأة شعرت بالارتياح عندما دخلت هيلدا لدفع طاولة الطعام تتبعها كاترينا بثوبها الأسود الأنيق ورحت تقدم لهما العشاء قال استفان الرائحة ذكية وعطرة الخروف طري ولذيذ الطعام يا سيدي أتين به من مزرعة أكيلو على فكرة قال لي أنه منذ قليل أن الكلب المتوحش ما زال يحوم حول خرافه وإذا لم تتوصل إلى قتل ذلك الحيوان المفترس أخشع من حدوث كارثة مؤلمة سأتصل به وأحدثه عن هذا الموضوع أخبريني ماذا حل بالتحذيرات الخاصة بزواج ابنته حسب ما سمعت المزرعة أصبحت مقتملة والأعمال تجري بجنون الخياطة مستمرة ليلا ونهارا والطفخ أيضا سيكون هذا الزواج حدث السنة أهد أن أطلب من أكيلو أن يسمح لي بداهوة ضيفتي إلى العرس الأهرس اليونانية طريفة وملئة بالألوان يا أليسيا شعرت أليس بالعيون تحدق بها فأسرعت تقول لا تنسي استفان بأنني عائدة إلى لندن الأسبوع المقبل متى موعد العرس يا كاترينا فكرت الخادمة لحظة ثم قالت بعد عشرين يوما يا سيدي للأسف الأنسة مضطرة لمغادرتنا بهذه السرعة همس استفان قائلا نعم نهض ليملأ كأس أليس وراء سمت قصير لم تجر أليس عن النظر إليه نعم لقد وعد بترحيلها إذا كان جواب ألبيرتا يؤكد أقوالها لم يعد يلزمنا شيء يا كاترينا شكرا بإمكانك أن تتركين الآن ابتهدت الخادمة وتبعتها ابنة أختها وهي تقول هنيئا وقف استفان أمام كرسي أليس سألها هل يعجبك هذا الشراب لم ترد عليه وظلت محدقة بصحنها المليء بالقريدس والمحاط بالخبز والزبدة ثم قال انظري إلي نظرت إليه على مضب ولم تتمكن من معرفة ما يدور في هذه النظرات المحدقة بها ثم قالت ما رأيك لو عرف الجميع أنك جئت بي إلى هنا بالقوة لن يكون لكلامك أي صدى رفع كأسه ثم قال في كل حال لا سببا للاعتراف بالأمور للآخرين قلت لي بأن أختك ستؤكد صحة أقوالك ومن جهتي سأفي بوعدي إذا إذا كانت أقوالها تنسيبني أنا تثقين بي عادت إلى ذاكرتها الغرفة العجية فكأنه عرف ما يحز في خاطرها فقطب حاجبيه وقال هيا لنأكل ولنحاول نسيان ما يقرفنا ولو لفترة قصيرة في صحتك يا أليسيا وأرجوك نصيحة واحدة لو سمحت لتقفف التين قبل نضجه ماذا تعني أليسى ماضحا ما أقول في بلادي التين هو رمز الخصوبة ويجب أن نتركه لينضج إحمرت أليس وأحنت رأسها ثم راح التأكل من صحنها بطريقة فوضوية فسألها ألم يسبق لك أن تذوقت القريدس قبل الآن نعم إنحنى وأخذ شوكتها من يدها وراح يساعدها على خلع قشرة القريدس القاسية ويقول ما بينك يا صغيرة ما عليك سوى خلع القشرة هكذا صحيح ليس ما تأكله مساهلا للمعدة تذوقت القريدس المغمسة بعصير الحامض فقال لها حسنا إن طعمه جيد كما ترين أكمل وحدك الآن عاد إلى مكانه بينما كانت أليس ستذوق فاكهة البحر كانت تفكر بالماضي عندما كان رهبان الديري يقطعون الخبز بأيديهم ويأكلون حساءهم بآنية من الخشب قالت ألا تفكر بأن هذا المنزل كان في الماضي مكانا للصلاة لماذا عملت كثيرا كي أتمكن من شرائه ولماذا تريدين مني أن أعيش هنا كالراهب فالله هو الذي خلق المرأة وهو الذي أراد للمرأة والرجل أن يكمن بعضهما البعض ولذلك أعطاهما الحب أليس كذلك تبكت أليس الحالة العاطفية التي حدثت لها في الزورق حيث شعرت لأول مرة في حياتها بقوة الحب والرغبة ضحكت سيفان ثم أضاف هل لديك رأي خاص بهذا الشأن؟ لم ترد عليه فأضاف يقول أنت تخافين من حقيقتك يا أليس أمر أن تتغير في هذه الأيام القلائلة داخل الجزيرة أتركي نفسك تتملس بهذا الجو وانزعي عنك العقدة والإنحيازات والأراء السخيفة واركذي حافية القدمين على السخر البري مثل تمارا فتاة الصورة العارية القدمين والشار المنسدل الذي تلاعبه الرياح لا تخدع نفسك يا سيد كاساندروس أنا الفتاة التي اختطفتها إلى زورقك أنا أليس شيلدون البريئة ذات النظارات والتي تنتظر أن تعود إلى هدوء شقةها اللندنية نهضت وكأنها تريد أن تبرهن عن أقوالها فأمرها قائلا اجلسي لن تذهب إلى أي مكان من دون إذني كيف تتمكن أليس من تجين هذا النمر الهائج؟ إنه يرى فيها صورة سواها وهذا وحده يكفي لإشعال غضبها وجنونها إلا أن مشاعر أخرى أخذة في النمو في قلبها تخفها أكثر من أي شيء آخر تفضلي أليسيا اشرب هذا العصير كله إنه منعش لا تخافي لأضع لك فيه مخدرا ما صحة كلامك بعد الذي حدث مساء أمس ها أنا سأشرب منها انظري آه إنها لذيذة تماما عليك أن تثق بي مدمن سنعيش معا نعيش معا أرجو عدم المبالغة بلى علينا أن ننام تحت سقف واحد هل تريدينني أن أنام في الزورق أتمنى أن يحدث ذلك في كل حال أنا هنا ضيفتك ولا أعيش في هذا المنزل ليس هناك فرق شاسع بين أن نعيش معا وأن نعيش تحت سقف واحد ربما لغة الإنجليزية ليست صحيحة مئة بالمئة لا إنك تتقنها جيدا لقد درست المهنة الفندقية في إنجليترا وهناك العديد من اليونانيين يدرسون في بلادك محاسبة الدروس المصرفية مهنة الأسلحة والخياطة وكل ما هناك من مهن أخرى في الجزيرة الكبيرة يمكن دراسة أي الشيء هذه الجزيرة التي ندمت على مغادرتها هذا الأمر حقيقي وعليك أن تفهمه قال بسخرية هل يونان لا يعجبك إلى هذا الحد؟ تاريخنا وحضارتنا وثقافتنا كلها ثروة غير متناهية وفوق كل ذلك هناك الشمس هل تريدين المزيد من القهوة؟ نعم، شكرا، اقترح قائدا لننتقل الآن إلى غرفة الاستقبال المقاعد هناك مريحة وخاصة بالنسبة إليك وأنت في هذه المنابس الذيقة عضت ألاس على شفتيها وفضلت لو تأوي إلى فرشها لكنها فضلت طاعته لشدة لشدة انبهارها بهذا اليوناني النشيط اليتيم الذي أصبح مديرا لعدة فنادق جلست على مقعد مريح وراحت تستنشق بفرح رائحة خشب الحور المشتعل والمنبثق من المدفأة كانت تحمل فنجانها بيدها وهو كان مستندا على المدفأة سألته هل أنت يوناني مئة في المئة؟ لماذا هذا السؤال؟ لا أعرف، العديد من اليونانيين فيهم دم تركي على ما أظن أمي من جبال مقدونيا والشعب هنا يتمتع بتباع قاسية وشارسة هل هذا التفصيل يكفي؟ تماما وبطرف عينيها نظرت إلى هذا الشبح المرتدي سموكينغ العنابي الشيء الوحيد العصري فيه الباقي كله موحش وشارس أزاحت نظرها عنه لتتأمل النار في الموقت قال لها وهو يشير إلى صحن الحلوى الدسمة والعسلية بصراحة، أنا مجنون بها عندما أردت تأثيث هذا المنزل اشتريت يوما في المزاد العلني عدة كتب ووجدت من بينها كتبا بالإنجليزية لمؤلف يدعى بيرتون إذا كنت تحبين المطالعة لا شك بأنها ستعجبك إنها مجموعة من القصص الفكاهية والرسوم المؤنسة حول الحريم الشرقي وما كان يجري هناك كان حقا رائعا نظرت إليه أليس نظرة باردة وقالت ولماذا تريدني أن أستحسن الحريم التركي؟ أليس لديك موضوع آخر للحديث؟ هل تعتقدين يا أليسيا أن المرأة تحب العيش هنا في هذه الجزيرة؟ هذا السؤال حيارها فلم ترد ماذا يجري في دماغه؟ هل يعتبر نفسه القائد أو الباشا؟ أضاف يقول المنزل ينقصه دائما شيء في غياب المرأة التي تمنحه الحياة المرأة تشيع بالحرارة وفواح العيش وتغير الأمور السخيفة لمجرد حضورها الرجال يتمتعون بطاقة خلاقة لكن النساء هن لواتي يوقدن الشعل رعن الصمت وباد على مظض قريبا منها جلست في مقعدها وعيناها غاضبتان فقال استيفان أنا لا أصدق كلمة واحدة مما تقولين وأنت أيضا في كل حال إنما هذه هي الحقيقة لكنك تشوهينها أنت حقا إنسان مقيت دعكي من هذا الكلام التافه يا عزيزتي والآن لنأكل طعامنا قبل أن يبرد قدم لها قطعة من لحم الخروف المحمر وبعض الأرز والبادنجان المقلي وقال هل هذا يكفي؟ نظرت إليه بغضب وأجابت نعم شكرا ألا تعجبك ضيافتي ضيافتك؟ هل تمزح؟ أنا لست هنا برضايا كما تعلم بلأ كأسها وقال هل تنملكني الآن؟ استرخي وتصوري أنني السيد الأنيق والمضياف الذي لم يسبق أن شاهدت مثله في العالم كله ألا تحبين لحم الخروف؟ لحم الخروف؟ بلأ أعن لو أنها أكيدة وواثقة منه تماما لكان ذلك ممتعا ورائعا أن تقضي في هذه الجزيرة المشمسة أسبوعا جميلا فجأة سألته هل تأتي إلى السوليتاريا غالبا؟ أتي إلى هنا لمدة قصيرة عدة مرات في السنة وذلك كلما سمحت لي الظروف أن أتخلص من دوامة الأعمال لكن النجاح يفرض ذلك كلما ربحت أموالا كلما دفعت ضرائب عالية وكلما أردت العمل للتخلص منها إنها دائرة مفرغة أحيانا أفكر في بيع كل شيء لأتقاعد هنا نهائيا وأزرع الحامضة والمشمش بإمكاني أيضا أن أحسن وضع البساتين والتين والزيتون والتي تظاهر هنا من أيام الرهدان لكن ليعيش المرأة هذا النوع من الحياة فهو بحاجة إلى الشعور بالاستقرار والسعادة وليست هذه هي حالتك ربما تكون حالتك أنت لا تقولي بأنك حققت كل أحلامك تعرف ألاس ماذا يقصد استفان بهذا الكلام لكنها لم تحاول مرة أخرى الخوض في هذا النقاش فسيعرف عما قريب أنها لم تكن خطيبة ديميس كيروز الفاسد ولتوضيح السؤال قالت حدثني عن جزيرتك الآن يا سيد كساندروس لا شك أنه من الرائع أن يملك الماء بعض الأراضي في بحر إيجي وحتى نهاية العشاء نار الحديث عن سوليتاريا وما يمكن للجزيرة أن تقدم من تسليات السباحة شرط تحاشي الأماكن الخطرة حمامات الشمس تسلق السخور لنزهات بين أشجار الزيتون والسنوبر والحور تحت السماء الزرقاء كان يصف جزيرته بشوق وحنان وتمنت آلاس لو لم يكن استفان قد خطفها بل كان صديقها لدعاها لقضاء عضلة جميلة في جزيرته الساحرة المنزل سامت لا شك أن الخدم انسحبوا إلى غرفهم وآلاس وحيدة كليا مع صاحب المكان قالت بصوت قلق الوقت متأخر أعتقد أنه من هل تريدين النوم؟ صوته كان مليئا بالشغف وشعرت آلاس برغبة قوية قوية في أن تنهض لتويها وتخرج من الباب هاربة إلى غرفتها لكن بإمكانه أن يلتقطها بسرعة خاطفة احتلها توتر غريب وقالت بصوت رشيق نعم أنا متعبة هل تسمحوا لي بالانسحاب؟ حرات النار توحي لي بالنعاس وتخشين أن أضمك بين ذراعي مثل طفلة نائمة وأن أستغل الموقف غمزها بسخرية وأضافة يقول لكن هناك الثقة ولماذا لا أكون قلقة وخائفة أن تجئت بي إلى هنا بالقوة ولن تحررني إلا بعد أن تتحقق من أقوالي أي بعد وصول جواب أختي إذا كذبت علي أليسيا فستدفعين ثمن ذلك غاليا ربما كنت تريدين الوقت آمنة أن يأتي أحد لنجدتك لكن تأكد من أن ذلك مستحيل لا أحد رآني وأنا أحملك في مسعد الفندق ثم إلى سيارتي ولم يكن هناك إنسان واحد في المرفأ عندما سعدنا إلى الزورق هل ستحررني حقا عندما يأتيك جواب أختي أنا لم أخترع القصة وأنت تعرف ذلك أليس كذلك أمر ذلك من أجلك وإلا هيا تعالي سأصلك إلى غرفتك نهضت ثم قالت لا سبب لذلك سأجدها بنفسي أرجوك لا تعذب نفسك هل تخافين من أن ألحق بك أنا مصر على أن أكون حسن الضيافة وليس لائقا أن أترك ضيفتي تسعد وحدها إلى غرفتها ارتجفت أليس عندما لبست أصابع استيفان ذراعها وهو يقودها إلى خارج الصالون اسباح البهوي كان مطفأا فقط المصابيح الجانبية تضيء بلا معانها خافت كثيرا على السلم وحين وصلا أمام باب غرفة أليس توقف استيفان من دون أن يتركها ثم قال أتمنى لك ليلة سعيدة أمل أن يكون سريرك دافئا وعطرا كما أوصيت خادمتي بذلك كما أمل أن لا تشعر بالوحدة كثيرا يا أليسي الصغيرة وللحظة قصيرة اشتبكت نظراتهما الرغبة تشتعل في عيني اليوناني القويتين وشعرت أليس جيدا بأنه تكفي إشارة بسيطة من جانبها حتى يتبعها فرح قلبها يخفق بقوة في صدرها من السهل تخيل ما يمكن أن يحصل فيما بعد سيفق استيفان شعرها المرفوع وسيغلق في بحر نظراتها الزرقاء الرمادية وسيتخيل أنه يضم تمارا بين ذراعيه لا تركت يده بحركة جافة ودفعت البابا بقوة ثم قالت بصوت لاهث تصبح على خير ثم أغلقت البابا بعنف واستندت وراءه وقلبها يخفق بجنون وقدماها ترتجفاني وخلف الباب سمعت أنفاس استيفان المسرعة المهم أن يرحل من هنا يا إلهي المهم أن يرحل بعد لحظات بدت لها أبدية سمعته يبتعد عن الباب فأطلقت زفرة مخلوقة وارتمت على السرير متذمرة حياتها الوحيدة الخالية من الحب لم يسبق أن أعدتها لمثل هذا النوع من الوضع المعقد ألبيرتا لو كانت مكانها لا تصرفت حسبما تقدم لها الظروف أما أليس فجن جنونها ولسبب واضح ومعين لأنها رأت فجأة في عيني استيفان شعورا بالذيق ونوعا من الاستغاثة أو شكت لثانية أن تضمه بين ذراعيها كأم تواسي ابنها نسية أنه جلادها وأنه يريد فقط أن ينتقم منها يا إلهي ماذا جرى لها ما هذا الانجذاب الحسي الذي كاد أن يرميها من ذراعي خاطفها تشتاحها الآن عاصفة من الانفعالات المعاكسة والتي تنبع من دمها لتنصب في عروقها وكل أنحاء جسمها الملتهب نزعت الدمابيسة من شعرها وتركته ينسدل فوق كتفيها لم يسبق أن رأت من قبل رجلا تنبع منه رجولة قوية هكذا أين تلك الفتاة الصغيرة الطاهرة والتي ترارأت في ضباب إنجليترا من هي تلك السجينة الوحيدة ضحية فعالات لا تجرؤ على وصفها هل هذا هو الحب؟ أيتها الفتاة الصغيرة الوحيدة ألا تحلمين في الذوبان بين يدي رجل لن يؤذيك أيتها الناعمة لكنني أستطيع أن أرجفك من الفرح اذهب من هنا ودعني وشأني وكفها شتمي كنت أعتقد أنني أمدحك ألم تردد على مسامع مرارا لأن الرجال لم يتغزل أبدا بك وأنت مخبأة وراء كحكة شعرك ونظارتيك وملابسك محتشمة وببطء متوتر داعبها بنظاراته وأضاف ربما لست جميلة بالمعنى الكلاسيكي للكلمة لكنك تتمتعين بجاذبية سرية تذكرني بالأظهار الغريبة التي تحرصها الفراشات أنا لا أفهم ما تقوله لا يا عزيزتي أليسيا لا تدعيني أخذ نفسي مضطرا لوضع النقاط على الحروف أنت في سن الرابعة والعشرين ولا أقدر أن أفهم سذجتك أو توضعك السخيف أو تمثيليتك أنت تعرفين وأنا أكيد من ذلك أكيد بأن الممثلين اليونانيين أيضا يرتدون الأقنعة أليس كل واحد منا يرتدي قناعا لمجرد الحذر والريبة لم يرد عليها إنما نظر حوله لياتا نورتها المرمات على ظهر الكرسي والجوارب على البساط قرب الحذاء وعلى منضدة الزينة حيث تناثرت مساحيق التجميل وفرشات شعرها اقترب من منضدة الزينة وتناول فرشات الشعر ورأى اسمها محفورا عليها فقال أتذكر فتاة كانت تسرح شعرها الكستنائي بنفس الفرشات إلى أن ينسد لك الحرير على كتفيها رفع نظاه وحدق بأعلاس الجامدة والمرتابة إلى أين يريد الوصول أنت تشبهينها ببعض الملامح لكنها كانت فتاة منفتحة عفوية وصادقة أنا أنا أكيدة أنني لا أشبه أبدا الفتاة التي أحببتها الشك أن خطيبتك كانت يولانية مئة بالمئة أما أنا فإنني عانس إنجليزية محظ أزى رأسه وقال كلا اقترب منها خطوة وغريزيا رجعت إلى الوراء فقال بقميس ذي أكمام واسعة وتنورة محزمة وشعر منسدل صرخت بقوة لا أنا لست تمارا لا نهني وشأني أنا أليس شيلدون ونست واحدة أخرى لا تطلب مني أن أبعث شبحا لا نهني وشأني وإلا سأصرخ فقدت السيطرة على نفسها وظلت ترجع إلى الوراء حتى تعثرت بكرسي صغير وسقدت على الأرض محدثة ضجة مخنوقة وفي الحال أركع استيفان قربها وحملها واضعا رأسها على كتيفه وراح ينظر إليها بقلق كانت غائبة عن وعيها فقال لها لقد أذيت نفسك أيتها الحمقاء الصغيرة وبصوت مرتجف ومتقطع قالت لقد أخفتني تصورت أنك تمد يدك إليها إلى تمارا أعرف أنك حزين لفقدانها لكن ماذا بأنا فأنا لا أستطيع بعثها من أجلك لا يمكنني إلا أن أكون نفسي أنا لن تكوني أليس كذلك بنغومة راح يدلك الكتف التي سقطت عليه كانت يده ساخنة وقوية على بشرتها وهي تشعر بين يدي استيفان بأنها امرأة مليئة حرارة وحياة وضعها على السرير وانحنى فوقها واضعا أصابعه في شعرها ومحدقا مطولا في وجهها القلق واشتاحتها رغبة قوية في أن تضع ذراعيها حول عنقه وتضمه إليها يا إلهي أصبحت حقا مجنونة لا تريد أن تتصرف مثل ألبيرتا التي معرفت في حياتها الفرق بين الرغبة والحب تراجعت قليلا فنهض في الحال ونظر إليها وسألها في حيرة من أنت يا أليسيا تريدين الزواج قبل أي شيء أليس كذلك وقبل أن يتسنى لها أن ترد عليه أضار ذهه وفتح الباب بعنف تردد لحظة على العتبة ثم اختفى من دون كلمة صافقة للباب وراءه ظلت لحظة مبددة على سريرها وأنفاتها السريعة تخفيق في قلبها ما هذا التلميح للزواج الذي صدر من فم استفان هل وجدته مهيرا إلى درجة أنه يفكر بزواج مصلحة الزواج من استفان كساندروس بدأت هذه الفكرة تأخذ طريقها ببطء إلى عقلها فجأة نهضت وتجرعت الشراب العطرة بنهم ثم وضعته من جديد على الطاولة وهناك لاحظت كتابا فتحته كان عنوانه الحريم لبورتون راحت تقلب صفحاته ببطء والدم يرتفع إلى وجهها وهي ترى الصور في داخله إنها رائعة وغزلية حتى الجنون وبحركة جافة أغلقت الكتابة ووضعته على الطاولة ثم تمددت في سريرها وقلبها ينبض من فعال رهيب تنهدت بعنق وهي نصف نائمة وتخيلت نفسها من جديد بين ذراعي استفان واستسلمت لمخيلتها هذه المرة بسهولة وحذر